اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من كيفهم عن سبب ابتعادنا عن البرنامج ليوم امس او ذكرنا من خلال الصفحة الشخصية ان البرنامج راح يتوقف لاستراحة والاستراحة حق طبيعي اصور لأي موظف يعمل فيه الدولة او خارج نطاق الدولة وبالتالي اليوم مسؤولياتنا الاجتماعية هي يعني احنا من ريد نقصر تجاه الحالة الاجتماعية بقد ما حب الجمهور انه واجبهم علينا انه دائما نخليهم بادق التفاصيل لكن سبب الانقطاع هو كان بسبب سفرة لكن هاي السفرة ما تمت وانقطعت لأسباب ربما احنا نقول بها صالح حتى نكون متواجدين خلال هذا الاسبوع من اجل وضع النقاط على الحروف والاسبوع المهم جدا انا اعتبره هذه الايام اللي راح تغير خارطة وشكل كرة القدم ربما الى اتجاه جديد ربما الى الان الامور احنا نتمنى انه يعني تتجه بالاتجاه اللي مثل ما مرسوم الى بالحل الودي اللي اجوا به اتحاد كرة القدم بعيدا عن العقوبات والحكم لبعض العاملين بل يطال السجن ايضا لبعض شخصيات اتحاد كرة القدم اللي اعترفوا انا اقول من خلال التصرفات الموجودة او من خلال تواجدهم انه اعترفوا باخطاء السابق وما كانوا يصورون الامر راح يروح باتجاه القانون وراح يكون القانون العراقي الى دور ويد كبير بالتأثير على اتحاد كرة القدم لذا اليوم الحلقة راح تكون مخصصة عن هذا الموضوع لكن قبلها نتحدث ايضا بموضوع مهم يخص جماهير نادي الطلبة هذا النادي الكبير الى الان ما يعرفون الجا يصير فجأة على كاظ متنازل واندفعت الاربعمية بوساطة وزير الشباب والرياضة والرئيس القادم هو محمد صاحب الدراجي عضو مجلس النواب لنادي الطلبة كل هذه الامور الى الان انشاعات لكن انا احب انه اقول اليوم وصلت رسالة شديدة اللهجة من قبل رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد الاسيوي الى مسؤول التراخيص في الاتحاد العراقي الاخ سيف عادل القصاب ونص هذه الرسالة انه نادي الطلبة اذا ما يستوفي الشروط المالية الواجب توفرها في التراخيص فما راح يكون موجود في الدوري الممتاز ولجنة التراخيص لا يمكن ان يترخص نادي الطلبة رغم انه النادي الى الان وعلى حد معلوماتنا انه نسوي التسوية المالية مع اللاعبين فقط على الورق الى الان اللاعبين ما مستلمين مستحقاتهم المالية واللي يتقدر بثمانمية وخمسين مليون هذه الديون على نادي الطلبة الى الان وباشر اجتماع اخير للجنة التراخيص وبعدها راح تقرر منه الانذية اللي تترخص واللي يسمح له يكون متواجد في الدوري العراقي الجديد الى الان خمسة وتسعين بالمية نادي الطلبة خارج حسابات الدور الممتاز بسبب الديون المتراكمة وايضا العجز المالي المقدر بمليار وسبعمية ضياء عبدالحسين والتفاصيل مع مهر حسان الكل يبحث عن مصير نادي الطلبة وين وصل اكو مفاتحة للاتحاد الاسيوين طبعا بسم الله الرحمن الرحيم مصير نادي الطلبة هو دزل اتحاد الراقي قبل كم يوم انه طلب مهل سيد وزير الشباب تحت ضمانات ووقح الاخوان الاخوان المختصين بالموضوع اللي هو يكون تسوية معاهم اه ودزل الاتحاد الاسوي لكن الاتحاد الاسوي لحدنا ما يجاوبنا باي جواب اه على 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 شعار من الاتحاد الاسوي لكن جاوبنا برسالة صوتية اه شريطة اللهجة انه انا اكثر من مرة خاطبناهم بالتأجيل والمهلة لكن كانوا من تعظين كلش من هذا الموضوع ولحد الان هننتظر ماكو اي شيء اي جانب الاتحاد الاسوي وحنا الاتحاد الاسوي بدلا ما يدز كتاب يدز رسالة صوتية معقولة اي موجود اي مستاذ سيف تقدر تطلع عليها تقدر تطلع عليها انه انا راسلناها مرتين ثلاثة ااربعة المهلة وخذينا مهلة لكن الامور تعامل ما يستيحنا انكت كل مرة كل مرة وكان متعوب من هذا موجود جاوبنا بجواب يعني مل من الموضوع وموجودة رسالة تطلع عليها صوتية اي مستاذ سيف وتقدر تفسرها او تترجمها وتطلع اتل خلاصة النهائية بنسبة منح الترخيص من عدم اشقدت الطنس انا اطلع تسعي بالمئة اذا هذا حال نادل الطلبة اللي توسمنا خير انه يوم 18 بعد تمديد المهلة انه راح يكون نادل طلبة موجود في الدور الممتاز لكن لا نفعت وساطات وزارة الشباب الرياضة ولا الوساطات الاخرى من قبل رئيس الاتحاد وايضا الكابتن عدنان درجال ووزير الشباب الرياضة ووزير التعليم العالي المتابعة الاخرى الها ايضا في خضم المشاكل اللي موجودة في اتحاد كرة القدم القت بظلالها هذه المشاكل على المدرب الاسلوفيني سيترشكو كاتنش والوضع يبدو مربك باسل كورقيس يضع النقاط على الحروف حول وضع كاتنش للفترة القادمة وهذا الارباك اللي موجود في اتحاد كرة القدم راح يأثر على تحضيرات المنتخب خلال الفترة القادمة لولا كابتن في ظل الاجواء الحالية موضوع ازمة الاتحاد مع الكابتن عدنان درجال ممكن هذا الموضوع يأثر على استعداد المنتخب تعطيل بعض الامر الادارية المستعجلة والله بصراحة صحيحية يعني اكو هذا الشيء والاتحاد مشغول بهذه القضية بس احنا عملنا ثاء غير يعني عملنا هو من اجل المنتخب الوطني ولهذا انا متواجد اليوم بالاتحاد وقدمت المطالب اللي يجب ان تنفذ خلال هذا الشهر كيف نحجز الفنادق كيف نذهب الى البصرة كيف نذهب الى كامبوديا يجب يعني اليوم كلها ترحوها بالاجتماع والطوني فعلا الغرين الاخضر مثل ما يقول الخط الغرين لايت قصدي الضوء الاخضر طونيها انه حتى ان شاء الله بالخليل الايام انه انا ذهب الى كامبوديا ايضا ولحجز الفنادق والملاعب حتى ما اغادر نقطة كامبوديا كامبوديا ممكن مشكلة تواجه المنتخب بحكم موضوع الطيران اكيد نحن اللعبة الاولى هي يعني عشرة عشرة في البصرة وان شاء الله متواجدين كلها ومحمين من الجمهور كل خلفنا فمطمئنين على هذا الشي انه ان شاء الله يكون كل الامور جاهزة كامبوديا فعلا الطيران مهم جدا وعملنا الكتاب وان شاء الله لسيد مدير عام الخطوط الجوية العراقية وان شاء الله هو ابلغنا انه ان شاء الله يصير خير للمنتخب الوطني يكون يعني نحاول انه تكون طائرة خاصة بهذا الشيء طائرة خاصة من البصرة الى كامبوديا او اقرب مكان على كامبوديا ان شاء الله تكون الى كامبوديا احنا طالبين الى كامبوديا كان حديث ممكن على انه كابتن كتنج تسائل على اللاعب كرار جاسم انه هذا اللاعب عراقي او محترف انت اكيد بتواصل معاه اكوه مصداقية لهذا الحديث انا شفته يتكلم مع احد الاخوان بهذا الخصوص انه يقول انا انا قايل هذا الشيء يعني انه هذا اللاعب عراقي انا ما اعرفه وصار لسنة موجود بالعراق اكيد انه هذا الشيء انا عندها سمعة بالاعلام ووسطوليا فهو مستغرب ايضا من هذا الشيء يقول انا اعرف اللاعبين كلهم واعرف انه اللاعب ايضا هو عراقي مو اجنبي يعني الموضوع ممكن مضحك لانه يعني من تلقى بعض الامور جزافا على مدرب المنتخب الوطني يعني ممكن ردة فعل سلبية التسقيط للمدرب تقليل من شأنه ما اعرف يعني هو هذا كان مستغرب من شفته يتكلم مع احد الاخوان كان مستغرب جدا وغاضب جدا كان بهذا ايه هسا الايام اختلفت مو بذل قبل يعني قبل ده اقدر اغير التذكرة هسا ما شاء الله اللجنة الخماسية ما تخليك تغير اي شيء اللاعب بدي يروح على حسابه ويجي على حسابه صارت ممكن روتين عائق امامكم يا اخي احسين علي انصاب زين شو غير انا اصدر للتذكرة يروح القطر يعالج لو اخذ موافقة جهة مسؤولة هذا ما يصير هذا الشيء اخي انا انا ما يتفهمون هاي القضية انتم طرحتوها عليهم يعني هي رياضي احنا احنا لاعبين عدنا ثمانية خارج العراق زين اكو امور الايفاد ومصاريف زين هذا جاي يجي اللاعب من كندا من امريكا من السويت من ايران من اي مكان زين هذا يجي لدبي انا اصرف لمصرف جيب من يجي لبصرة ما اصرف لمصرف جيب زين شنفر ليش يعني ليش يعني ليش يجي بالامريكا لبصرة لا يجي لدبي يصير انا ما باعرف يعني لازم هما يحروا انه الان المنتخب الوطني يختلف عن الايام او السنين المضت منتخب الوطني عدنا لاعبين محترفين وعدنا لاعبين يعيشون خارج العراق بالوقت الحاضر هذا الموضوع ذات اذا حقيقي فعلا لتكلم به الكابتن باسل جورغيس على اللجنة الخماسية نتعيد النظر هو بالتالي بالبصرة في دبي في اميركا باي مكان هو يمثل المنتخب الوطني العراقي وحتى من يدخل في اجوال معذكر حتى وين كانت في بغداد المفروض مصرف الجيب يكون متواجد وهذا الموضوع خطير يعني احنا قد ننطيهم مصرف جيب قابل خمسمائة دولار هي خمسين دولار وراء عشر تيام الصير خمسة وعشرين يمكن ينزل الى خمسين بالمئة حسب التوجيهات الأخيرة من اللجنة والمبية واللجنة الخماسية الى الان ما وجدت حلول لللاعبين كنا نتمنى ان اللجنة الخماسية تكون طوق نجاة للرياضيين على حساب الاتحادات لكن الى الان ما تغير شيء كأنما اللجنة الولمبية الوطنية العراقية هي اللي موجودة نفس القوانين ونفس الاجراءات الى الموضوع المهم جدا واللي يشاغل الشارع الرياضي العراقي ما حصل في الدوحة وامتدادا الى بغداد الان احنا في البرنامج اوك اجتماع بين الكابتن عدنان درجال وايضا ممثل اتحاد كرة القدم بعد التوفيض اليوم في الاجتماع اللي صار في مقر الاتحاد العراقي الى السيد علي جبار وايضا بتواجد السيد ستار زوير رئيس لجنة الاستئناف وايضا من ضمن الاسماء المتهمة بقضية التزوير للكابتن عدنان درجال برفقة ولي الطبرة والدكتور صباح رضا وايضا يتواجد في جلسة اليوم المحامي الاستاذ محمد حيدر وممثل رئيس الوزراء او مستشار رئيس الوزراء اياد ابنيان وايضا يعني الممثل الاخير اللي موجود في جلسة هذا اليوم هو ممثل ربما الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم السيد محمد فرحان هؤلاء الاشخاص الان داخلين في اجتماع مهم جدا لان مثل ما يعرف الجميع النوباتشر هي المحكمة تلكابتن عدنان درجال بخصوص التزوير وشنو اللي صار بهذا الموضوع الكابتن عدنان درجال طرب من اتحاد كرة القدم اعطاء الضمانات من اجل تأجيل محكمة غد الضمانات تكون باستقالة الى جميع اتحاد كرة القدم وهذا الموضوع اللي يرفضه على حد علمي كل اعضاء اتحاد كرة القدم وقالوا بالنص احنا ما نتحمل اخطاء غيرنا من خطط ومن غير بالقوانين وزور في القوانين نحن نقف مع الكابتن عدنان درجال بحق هؤلاء الاشخاص اللي غيروا واللي حدثوا فجوة كبيرة بين الكابتن عدنان درجال وبين اتحاد كرة القدم وبالتالي احنا فقط اذا الهيئة العامة تطلب من عدنه المتكونة من واحد وخمسين شخص هي اذا طلبت من عدنه الاستقالة في اجتماع طارق راح نمتثل لرأيي الهيئة العامة لان هي صاحبة الصوت الاعلى واحنا اجينا باصواتهم فبالتالي ما من حق اي شخص يطلب من عدنه انه احنا نستقيل المحور الاخر اللي اجي بيه السيد علي جبار الى الكابتن عدنان درجال واللي الصور جاي يتفاوضون عليه للفترة القادمة هي اجراء انتخابات تكميلية وتكون على الشكل التالي الكابتن عدنان درجال رئيسا للاتحاد العراقي بعد استقالة السيد عبدالخالق مسعود اللي راح يتفرغ نهائيا واللي انا اعرف جدا انه السيد عبدالخالق مسعود خلص راح يترك العمل او ترك العمل فعليا في الاتحاد العراقي لكرة القدم وراح يتفرغ الى الاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي وايضا السيد علي جبار راح يكون هو النائب الاول لرئيس الاتحاد العراقي المفروض انه الكابتن عدنان درجال وبالتالي النائب الثاني راح يكون الكابتن يونس محمود ويدخل من ضمن التشكيلة الكابتن نشأت اكرم في عضوية اتحاد كرة القدم ويغادر السيد صباح رضا تارك امانة السر الى السيد احمد عباس هذه الخارطة الجديدة اللي جاي بيها السيد علي جبار اليوم في اجتماع اليوم مع ضمانات حكومية لكن الى الان وعلى حد علمي قبل لا ندخل الاستوديو انه ربما هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلة من الكابتن عدنان درجال لان الكابتن عدنان درجال وعلى حد قول بعض اعضاء الاتحاد العراقي عندما دخل اليوم السيد علي جبار للاجتماع اتحاد كرة القدم قالهم لازم لازم نستقيل لان الكابتن عدنان درجال جاي من اجل اصلاح المنظومة الكروية فبالتالي لازم تكون هناك هيئة مؤقتة ومن ثم لجنة انتخابات واعادة هيكلية اتحاد كرة القدم والنظام الداخلي وتوسيع الهيئة العامة هذا الامر رفض جملة وتفصيلة من قبل اعضاء الاتحاد وقالوا استقالتنا فقط هي بطلب من الهيئة العامة لا غير تأكيدا على هذا الموضوع نسمع عضو اتحاد كرة القدم السيد علي الاسدي اللي تحدث وقالها بصراحة وهذه تعتبر شجاعة للامانة رغم الانتقادات بالفترة السابقة لكن عندما الشخص يتكلم بشجاعة وبحقيقة احنا نثني عليه وبالتالي اليوم مني يقول انا ما تحمل اخطاء غيري واللي خطأ هو يحاسب هذه شجاعة خلي نشوف شنو قال لماهر حسن اكيد ووضع موربك جدا ذهب الاخوه لقطر كان يعني اعتبرها شي غير جيد اذا اكو عندنا اه كلام او بحثات مع الكابتن عدن درجال لازم تكون هنا ببلدنا وبحضور الكل بشفافية موضوع ايضا ولد انقسام بين المكتب التنفيذي يعني اراح اقول لك شي ما احصل قيمكن هو اول مرة المكتب التنفيذي بتحد اكثر لان نتيجة الطلبات الغير معقولة بالنسبة للطرف الاخر الكابتن عدن درجال اسم كبير اه لا احنا ناوين نتخطى ولا ناوين انه يعني نتخذ اجراءات حقا عقوبتك كانت خطأ كبير انا اقول لك ايه انا من البداية كنت معترض على هذا الوضوع بس استاذ علي من هو يتحمل هذا الخطأ الكبير خنكون واقعين المكتب التنفيذي بصورة عامة ام اشخاص معينين طبعا من الناسب المكتب التنفيذي ولا دخل بهاي العقوبة لان لا مرت من يميها صدرت من لجان لجان التحادية مستقلة اللي يطالب التعد ولي يقول ماك تدخل بالجان الانضباط والاستئناف فما مر اي كتاب لعقوبة او لموضوع معين اه خلوا الجان على عدنان درجال هو يتحمل المسؤولية احنا نحاول نطلق نحمي كل الاطراف المواضيع اللي متدرون بها صارت هواي يعني على سبيل المثال يوم امس كنا نتحدث في لقاء يعني ودي حول موضوع الامور المالية انتم اصلا متدرون بالامور المالية اللي بطولة غرب اسيا يعني كثير من الامور قاعد تتمشي بقاء اللي جان بعيدة عن المكتب التنفيذي يعني هو اكو اللي جان صرف هي اللي يتصرف وهي اللي اتحملوا المسؤولية اذا صار اكو خارق مالي ما احتقل نتحمل المسؤولية اللي يتحمل المسؤولية اللي يوقع ولي امر بالصرف اها هم ما عادكم علم موضوع الامور المالية بغرب اسيا يعني اكو اشياء ما نعرف بيها وكشا نعرف بيها يعني وصل بالبعض يتحدثهم بانه الاتحاد العراقي برعاية الاتحاد القطري طبعا هذا الموضوع يعني انتقدته بالشدة وانتقدته احنا ما احترماتنا الاتحاد القطري وهو اتحاد داعم الاتحاد العراقي لكن مشاكلنا احنا كعراقي نحل هنانا عندنا ناس كثيرين وعندنا ناس خيرين كثيرين وعندنا ناس ممكن تدخل بي وساطات لحل مشاكل كبيرة وصارت مشاكل كبيرة وحلت داعم احنا ليش هلسا ننخلي المشكلة تصير اقليمية ودولية ونطلب من دول صديقة تدخل بحل معيبة جدا معيبة بجدا وانا يعني ارفضها رفض قاطع هلتك نادم على دخول الاتحاد العراق لكرة القدم اكيد اسوأ خطوة تأخذتها بحياتي هناك دخول من جرف على الاسد كثير من صحتي من كثير من الامور احنا نفترب بحلقة فارغة ومجاين ننتبه على التخطيط لمستقبل المنتخب الوطني ومنتخبات الوطنية والكثير من الامر احنا قاعد نحكبس على مشاكل قال كابتر عدن درجال حيش الاتحاد قالت لوزان حيش المحكمة الجنائية واحنا تركنا عملنا الحقيقي اللي هو التخطيط لكرة القدم انت صدرك راحب دائما واي الاعلام وخلي نقول على وجه الخصوص وياي استقبل مننا ادى هذا السؤال اذا انه هواي ادىك تواجدك في الاتحاد ليش صابر ومستمر؟ يعني انت اعرف انت اكثر من مرة انا انت اكثر واحد اقارب عليه اكثر من مرة انا اذا بس نوبات يعني احساب من قال او اكستقال انا رفضتها قدم استقالتي مو تمسك بالاتحاد مو نتمسك بالاتحاد بس يعني معيب انه انا اشتغلت بهجيد وبالنشاط واشتغلت بطريقة صائعة ما ممكن اتحمل اخطاء غيري اذا هذه كل الامور صايرة في اتحاد كرة القدم وبعض اعضال اتحاد باقين ما اعرف على شنو باقين يا اخي استقيل وانت راح تكون رجل المرحلة والجمهور كلها راح يوقفوا اياكم لان بالتالي فضلتوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وبالتالي اللي فاز سابقا باصوات الهيئة العامة يقدر بكل سهولة انه يتواجد في المرة الثانية ويتواجد في المرة الثالثة والامر طبيعي وكأنما اللي راح يستقيل في هذه النخبة او في هذه المرحلة من اتحاد كرة القدم بعد ما راح يحصل مكان للمرحلة القادمة وهذا الموضوع هو العمل اللي يحدده فبالتالي مثل ما فزتوا في السابق تقدرون تفوزون في الايام القادمة خصوصا انه الهيئة العامة هي صاحبة الصوت الاعلى دائما باختيار مجلس ادارة الاتحاد التصريح الاخير للسيد كامل صغير من بعد التصريح راح ندخل الى محور حلقتنا لهذا اليوم بكثير من الامور والخفايا وكواليس اجتماع الدوحة مرورا بالاجتماع الان اللي جاي يعقد في اه بغداد واخر التطورات كلها راح نتعرف عليها لكن بعد ان نتابع تصريح السيد كامل صغير اللي قال احنا محد يلوي ذراعنا ابد نتابع مع مهار حسار تحدث عن انه محد يلوي ذراعنا ليش هو من لو ذراعكم لا يعني بالمناسبة انتعرف اليوم اذا اصير تحدي احنا ضد التحدي احنا جاينا الناس منتخبين لهي العامة هي القرر بقانا وعدم تواجدنا في هذا الموضوع ولو يتذراع هذا مشعارنا لمحد يقدر لو ذراعنا اطلاقا نهائيا منوصل لكم قضية انه انا راح لو ذراعكم هوايك وناس احنا نطيهم رسالة محد يلوي ذراعنا عدل هيا العامة لان هيا العامة هي المحترمة هيا العامة هي اللي توقف شرعيتنا بس الهيا العامة هذا الموضوع يخص يعني رئيس التحادكم واللي هو راح واجتمع وقع هذا شي خصة بالنسبة الرئيس التحاد وشي خصة معانا علم نطلاق ان احنا كاعضاء التحاد هو يخص اذا هو كان يريد يجتمع ويتحدث احنا نتحدث كل جراء وكل قوة وبعدين بالمناسبة محاكم ما محاكم ترواعري خميسة جمعة هو يومية خميسة جمعة عفو فهوان خاف مناته خميسة جمعة الجوزي طلعونا احنا مون نزامين عمي احنا من الالفين ودعش لعدراني سبونا بنا ويتحدثون علينا وما تزنى هاي المشاعر وخلي يقول انا فلان ابن فلان داسب كامل صغير لو داسب بار ولا داسب فلان خليتحدثون مو بالمواقع اللي المضلة اللي خليتشون واقعيا حاليا وشوف خاطر هاي الهجمة المنظمة ممكن يعني مدفوعة الثمن؟ روباعة موجودة انا عرفة مال فلان وفلان ومال فلان الوزير وفلان اللي انذاك ليه مفسط الامور حديثنا معاي الموسيق اللي عزفة المشيد الوطني بدت القرباء بالهجوم علينا احنا مجيبنا غتر جاي نشرد من الفتوى تكون تحركات من شخصيات بالدولة العراغية تريد تحرك علينا بس انا اقولهم اتحاد القدم محادي الوزرعة فاصل قصير من بعد الفاصل راح نبحر في حلقة اليوم وكشف التفاصيل المهمة جدا عن اجتماع الدوحة وبغداد بين اتحاد كرة القدم والكابتن عدنان درجاء هذا اللي يتصل الكرسي على رأس اعضاء للتحاد هذا مطالع من بطن امه بعد موسيقى موسيقى عليكم ان تتركون مكاناتكم موسيقى 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 حديث اكثر عن اجتماع الدوحة وبعض الامور المهمة في اجتماع بغداد الحالي بين اتحاد كرة القدم وممثلهم السيد علي جبار والكابتن عدنان درجاء سعدني ان نرحب بضيفي المتواجد معي في الاستوديو الأستاذ الصحفي ضياح سين اهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملائق عودة موفق ان شاء الله مع الاخ والعزيزة حيدر زكي لان اليوم احنا اعلامنا يعني بحاجة لمنبر سواء كان بالضد او معه لكن بالمحصلة انه يجب ان يكون هناك رأي ورأي اخر اهلا وسهلا بك خليني ابدو ياك من اخر الاخبار اجتماع بغداد اليوم يضم مجموعة من الاسماء ربما وبعض الاسماء عندما نعلنها راح تشكل مفاجئة تواجد مثلا سيد اياد ابنيان شنو علاقته بالموضوع ايضا سيد محمد فرحان شنو علاقته ودخل على الخط في ظل الازمة وبظل تواجد المحامي محمد حيدر الكابتن عدنان درجال وايضا ممثل اتحاد كرة القدم السيد علي جبار اللي اليوم فوض الاتحاد رسميا للتفاوض مع الكابتن وبتواجد ايضا السيد ستار زوير اشكرك مرة ثانية اخويا عمر يعني بالتأكيد اليوم انا اخلي ابدي من ما اتحدث به سيد علي الاسد يعضل الاتحاد وبالتأكيد هو طرح شجاع وفي محله وانا لو كنت بمكانه اخذ نفس الموقع بحقيقة لكن الامر اللي لازم يعرفه يعني سيد علي الاسد وكل من معه بالاتحاد سواء من يريد الاستقالة او لا يريدها ان الامور ماشية باتجاه حل اتحاد كرة القدم من خلال المحاكم العراقية ومن خلال المخالفات الكبيرة اذا لم تكن في قضية التزوير اللي تخص السيد ولي الطبرة والدكتور صباح رضا والاخ ستار جبار زوير هاي قضية خاصة بموظفين لكن القضية الجنائية اللي قبل اسبوع بدت الشكوى عليها هاي راح خصوصا هاي راح شنو علاقة المحاكم العراقية بالاتحاد العراقي لا اشوف هذا الكلام احنا هنان الدولة محليا اليوم الاتحاد الدولي اللي كرة القدم ياخذ بكل القرارات اللي تتخذها المحاكم العراقية او كل محكمة بالدول والامثلة كثيرة نيجيريا اكو امور اخرى حتى في مصر حتى في ايام اخرى في غير دول عديدة لكن اعتقد يعني او اجزم انه اليوم ما يمكن ان تتخذ المحاكم العراقية هو شئا قانوني خاص ولا يمكن الاتحاد الدولي لكرة القدم ان يعترض عليه زين اليوم اكو قضية ثانية بتجوير يعني غير هذه القضية طبعا طبعا القضية النظام الاساسي يعني ليش اقول لك اقول لك اليوم انا يعني نصيحتي للاخوان باتحاد كرة القدم من يعني الان يعلن استقالته فهو في صف في صف عدنان درجال وهو انصف عدنان درجال على اعتبار اليوم الاستقالة هي يعني صرخة مدوية امام الجمهور امام الاعلام امام الوسط الكروي انه هناك خطأ وهناك ظلم ارتكب بحق واحد من نجوم الكرة العراقية اللي ما قال او ما رات شيء او ما اعترض اكثر من انه هو يبحث عن مكان ليخدم بيه كرة القدم كما هم اتوا ليخدموا كرة القدم العراقية وهذا الشيء احنا ما نختلف عليه فايضا الكابتن عدنان درجال كابتن يونس محمود وخلي اقول لك شيء الكابتن يونس محمود حتى عملية دخوله للانتخابات لو لا دخول عدنان المفاجئ صحيح فحتى يونس محمود كان غير موجود والدليل انه كانت هناك يعني امكانية عدم ترشيحة كانت موجودة لذا اتحاد كرة القدم صحيح لكن يعني اعتقد انه باللحظة الاخيرة قالوا احنا ما نقدر على يعني الكابتن عدنان ويونس يبعدون الانتخابات فتم التضحية بواحد لكن هذا الواحد اعتقد انه هو يعني فتح ملفات من الفين واربعة حتى الان عدنان درجال اليوم هو فتح ملف ما الناس ظلموا كثيرا من اتحاد كرة القدم ولم يكن يعني باستثناء ما حصل في الانتخابات اللي فاز بها السيد ناجح حمود وفلا حسن وهذه اللي بقتها اللي هي بدت من هناك شرارة محكمة الكاس نعم وقامت يعني صار عندنا وعي رياضي بإمكانية انه انت تروح او تلجأ للمحكمة برغم التكاليف الكبيرة اللي يتكبدها يعني سواء في تلك المرحلة اللي يتغرم بها اتحاد كرة القدم او في المرحلة الان اللي يعني الكابتن عدنان درجال هو اللي يتخذها حدثتني عن المتواجدين يعني في المؤتمر بالتأكيد انا كنت اتمنى ان يكون هناك كتاب من اتحاد كرة القدم الى رئاسة الوزراء حتى لا يحتسب انه او لا يعد هذا تدخل حكومي تطلب من رئاسة الوزراء حضور الاجتماع على اعتبار انه اليوم احنا نريد نبعد كرة القدم عن اي تدخل حكومي اليوم ما يحدث هو امر قانوني قضائي ليس له علاقة بتدخل حكومي والتي اليوم شفت يعني وزارة الشباب الرياضة ما حاضرة بالاجتماع ما حاضرة حسب الاسماء اللي عندنا ما كن ممثل عن وزارة الشباب الرياضة وهو هذا انا اعتقد شيء جيد اليوم برعاية حكومية لكن كنت افضل انه تكون هناك دعوة من اتحاد كرة القدم موجهة حتى لا في مراحل لاحقة يعد هذا الامر بمثابة تدخل واحنا صارت عندنا الامثلة كثيرة اليوم انا اعتقد من يستقيل من الاخوة باتحاد كرة القدم ويعلن استقالته فهو الان في مشروع عدان درجال انا هذا وجهة نظري طبعا بعض اعضال اتحاد مثلا سمعت سيد علسدي يقول احنا ما نتحمل اخطار طبعا ما نتحمل لا هو ولا غالب الزاملي ولا احسان الزيرجاوي الاخوان دخلوا بي تعني شو طالبهم بالاستقالة انا اش قلت لك اخ عمر انا قلت لك اليوم اللي يشوف هذا يعني انت اكو امور احنا نسمع بيها يعني يومية على نقراها ونشوفها انه وزيرة لان ما ادري شنو وقع واحد استقال على مدفت شي صار واحد غلط وكهربان قطعة واحد استقال هاي الامور اليوم احنا لازم هاي ثقافة الاستقالة اليوم الوزير الصحة بكتور علاء الدين علوان ورئيس الوزراء ما قبل استقالته ليش استقال وليش الناس ترفض استقالته وليش هالمد الجماهيري اللي وياه اليوم الاستقالة ثقافة طيب بس اليوم اعضاء الاتحاد يعني انا تواصلت مع بعض اعضاء الاتحاد فان الاستقالة اتي اتي يعني سواء قبله الاخوان او ما قابلين فان حل اتحاد كرة القدم وذاك الوقت راح تحسب نقطة عليهم انه هم مواقفين في وجه مشروع اصلاحي كبير سواء ايقودة عدنان او غيره ممكن يجوز عدنان درجال ما يرشح مثلا بالانتخابات ممكن شنو الضمانات المقبلة انه يقولك راح تكون اصلاحات مثلا الكرة العراقية وشمس الكرة العراقية راح تشرق من جديد شنو الضمانات انا اعتقد اليوم يعني ما يحدث يعني خلال المرحلة الماضية منذ 2007 لحد الان امر غير صحيح اليوم احنا مشكلتنا هي مو مشكلة فنية فقط اليوم مشكلتنا مشكلة ادارية عملية انه ابقاء الهيئة العامة بهذا الشكل هذا امر غير صحيح اليوم احنا نحتاج الى توسعة الهيئة العامة وبالمناسبة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني يشترط على الدول الاعضاء او على الاتحادات الوطنية ان يكون عدد الهيئة العامة ان لا يقل عن 30 وان لا يزيد عن 70 لكن بالمحصلة انت ممكن انه اضيف اكثر يعني لهذا العدد ممكن ان توصل ال85 بعد مباحثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالمناسبة حتى يعني هذا الحديث يكون الى يعني فائدة خليها اقولك شيء الاتحادات الفرعية ما ممكن تدخل يعني واحدة من المخالفات الكبيرة بالقانون الاساسي الاتحاد كرة القدم انه الاتحادات الفرعية موجودة بالتعاريف اللي موجودة بالقانون الاساسي انه ان يكون العضو هو شخصية معنوية اليوم الاتحادات الفرعية ليست الشخصية معنوية어도 اذا عندك شركة تروح الاتحاد الشركات اللجنة الاولمبية ما اخذ وضعياتها القانونية حتى في ذلك الزمان اليوم وزارة الشواب الرياضة الأندية هي أندية ما أخذ وضعيتها القانونية لأن عندها جهة مرتبطة بها الاتحادات الفرعية ترتبط باتحاد كرة القدم فاليوم عندما تكون هناك مشكلة لازم الاتحاد العراقي لكرة القدم هو من يفاتح لذلك وهذا أنا متأكد الشيء من عنده وأنا مسؤول عن كلامي أنه الاتحادات الفرعية يعني ليست هي ضمن الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم جمع قولة ما قرأوا النظام الأساسي ما يعرفون النظام الأساسي لا كلهم يعرفون شون وقعوا عن النظام الأساسي لا هو ما حد يموقع عن النظام الأساسي أخ أمر أنت في حلقات سابقة سوى أنت أو في برامج أخرى لزملاء عدة المؤتمر اللي صار بشيراتون 25 لم يكن بيه أبدا يعني حتى ذكر ثلاثة اتحدثوا بيه الأخ يونس كان أول مرة يحضر يدخل بالانتخابات ممثل عن نادي الطلبة سيد ناجي حمود وسيد نعيم صدام اللي هم كان ممثل بحين هالي نادي الكهرباء هم تحدثوا بهذا الموضوع الناس كلها ما تحدثت لا صار توقيع المؤتمر كان مسجل ما صار تصويت على النظام الأساسي اللي حصل أنه الأخوان وقعوا هذا وتواجد اليوم السيد محمد فرحان من ضمن اسميا آخرين اللي هم الدكتور رافد عبد الأمير والدكتور صواح محمد مصطفى تم إقحامهم الشيون اليوم؟ اليوم اتحاد كرة القدم عندما يريد أن يأكد للجهة الاتحاد الدولي اللي هي مسؤولة أنه احنا يابع صوتنا على النظام الأساسي أو النظام الداخلي للاتحاد يجب أن يذيل بتوقيع أعضاء اتحاد كرة القدم مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وثلاثة من أعضاء الهيئة العامة المسودة الأساسية اللي كانت موجودة لم يوقع بها لا السيد محمد فرحان ولا السيد رافد عبد الأمير الدكتور رافد عبد الأمير ولا الدكتور صواح محمد مصطفى نعم ولا واحد بموقع من ذولة الثلاثة لا طبعا أنا أزم لك أنه محد بموقع وإذا تم إعادته الآن بأثر رجعي فلا أعتقد أنه أي واحد من الناس الموجودين لأننا نعرفهم معرف شخصياتهم لا يمكن أن يساوم على أن يوقع مرة ثانية وأن يقول هذا التوقيع لي زين هذا الموضوع اللي راح به كابتن عدنان درجال للمحاكم وراء التجوير أكثر يعني خل أنطيك واحدة من الأمور السهلة هاي زين يعني في محمد حيدر نائب الآن هو اللي محام السيد عدنان درجال كان نائب رئيس لجنة الانتخابات طالب الدكتور صباح رضي بكتاب أن يخاطب الاتحاد الدولي يعرف منه اللي حق للترشيح حلو مو ليصوت منه اللي حق للترشيح راح الكتاب يوم 19 ثلاثة أجي كتاب من الاتحاد الدولي موقع بتوقيع السيدة فاطمة سامورة اللي هي الأمين العام يمكن أكدت بي وأقدر أقرارك يا آني راح أشوفك يا آني حتى نحق المشاهد أنا ليش أريد أأكدها حتى السيد علي الأسدي وغيره والأخ كامل صغير أنا أعتقد اليوم هم إذا قعدوا مع السيد عدنان درجال وهو بالمناسبة السيد عدنان درجال طلب البارحة من السيد علي جبار أنه يشوفه ويجتمع به بس لكن يريد يلتقي بعضاء اتحاد كرة القدم لأن أنا وعلى حد قوله قال أنه أنا متأكد أنه الأخوان بالاتحاد ما يعرفون شنو اللي أنا أريده ممكن أن تنقل صورة خاطئة عن اللي أنا أريده فلذلك الكابتن عدنان درجال أعتقد اليوم ونحن جالسين ممكن أن يلتقي بالأخوان اتحاد كرة القدم وبالمناسبة كان هناك استعداد كبير من اتحاد كرة القدم الأعضاء في أن يلتقون بسيد عدن درجال وما أعتقد أكو أي مشكلة في هذا الإطار الذي يريده سيد عدن درجال في إمكانية أن يلتقي بيهم وأن يوضع الحقائق كلها أمامهم وبصورة كبيرة خلي أروح لك بس أقرأ لك الكتاب الذي كنا نتحدث به وهذا طبعا الكتاب اليوم أنا من أحكي أنا مسؤول عليه ومسؤول عليه أنه يكون وثيقة رسمية زياد لماذا تدزلنا حتى يرى من عرضه بالشاهد لا هذا الأمر هذا أنا ما أمخول به أهدعا يقول بواسطة الإميال الإميال الاتحاد العراق لكرة القدم دكتور صباح رضا أمين السر زيورخ 19 آذار 2018 طبعا هذا الكتاب تم إخفائه ولذلك كان سيد نعيم صدام ممثل نادي بلادي ما حق له أنه يدخل بالانتخابات زيمن سيد عدنان درجاي كان ممثل عن نادي الفهد من أبو غريب صح أيضا ما دخل قالوا التثني يجب أن تكون يكون الترشيح فقط من الدوري الممتاز 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 الواحد وخمسين الواحد وخمسين هو لا هذا الكتاب زيمنوا الخفاء هذا الكتاب يقول استفسار بخصوص ترشيح هذا اللي يعرف القضاء أكوهيتش كتاب ها يعني أعضاء الاتحاد ما يعرفون أكوهيتش كتاب جاء أكيد أكيد استفسار بخصوص ترشيح وتثنيات المرشحين السيد أمين السر المحترم نؤكد استلامنا لرسالة مساعد أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم رحق ركي على عجاله بتاريخ 12 أذار 2018 التي احتوى على استفسار يتعلق بموضوع ترشيح المرشحين لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد والتي محتوياتها استرعت كامل انتباهنا بهذا السياق لاحظنا أن المادة 12 فقرة واحد من النظام الأساسي للاتحاد تقرأ أعضاء الاتحاد لهم الحقوق التالية اتراح المرشحين لكل هيئات الاتحاد العراقي لغرض انتخابهم بالإضافة لاحظنا أن المادة 33 الفقرة 2 من النظام الأساسي تقرأ يجب أن يتم ترشيح المرشحين لمنصب الرئيس والنواب من قبل ثلاثة أعضاء عبر الاستمار المنصوص عليها وقبل 60 يوم من عقد المؤتمر هذه كل الأمور كانت ماشية يعني بصورة صحيحة وقبل 60 يوم من عقد المؤتمر بينما كل مرشح لعضوية اللجنة التنفيذية يجب أن يقترح اسمه من قبل عضوين عبر الاستمار المنصوص عليها وقبل 60 يوم من عقد المؤتمر استنادا إلى تعريف العضو الوارد في النظام الأساسي شخص اعتباري النظام الأساسي للاتحاد وليس فقط وبناء عليه فإن جميع أعضاء الاتحاد المشار إليهم في المادة عشرة من النظام الأساسي للاتحاد فقط رئيس وليس فقط أعضاء الهيئة العامة لهم الحق في ترشيح وتثنية المرشحين لانتخابات الاتحاد رح أعيد لك يا وبناء عليه فإن جميع أعضاء الاتحاد المشار إليهم في المادة عشرة من النظام الأساسي للاتحاد وليس فقط أعضاء الهيئة العامة لهم الحق في الترشيح وتثنية المرشحين لانتخابات الاتحاد إضافة إلى أن نؤكد استلامنا لرسالتكم بتاريخ داعش آذار هذه العنصر النسوي والتي احتوت على استفسار بعض الشخصيات وأهلية المرشح الذي يمثل كرة القدم النسوية في الهيئة العامة بعد دراستنا للحقائق التي احتوتها رسالتكم نوت أن نخبركم أن المواضيع التي دونتها رسالتكم هذه يبدو أنها تتعلق بشيء داخلي لا يقع ضمن صلاحيات الفيفا حيث من الواضح أن هذه المسألة يجب الفصل بها طبقا لأنظمة ولواح الاتحاد والتشريعات أخيرا نود لفت نظركم إلى أن المعلومات أعلى هي ذات طبيعة عامة ولذلك غير منحازة لأي قرار تتخذه لجنة مختصة تابع لاتحادكم بهذا الشأن في الوقت الراهن أو في المستقبل نشكركم على الأخذ بالملاحظات أعلى المخلصة لكم فاطمة سامورة أمينة السر نسخة منه إلى الاتحاد الآسوي لكرة القدم وطبعا توقيعها موجود زين هسا أنت ذكرتني بلقاء أنا ونزار أحمد من قال للواحد وخمسين إلهم حق يصوتون لكن المرشع حتى من سئل تاني قلت لليوم أنا عمر رياض إلي حق أروح أجيب ترشيحين بس ما أصوت أقعد على صفحة قال إي حق هذا الموضوع هو اللي اللي احنا تحدثنا به بالبداية هذا الكتاب واحد ينسب كل الانتخابات هذا ماكو داعي بعد أحد يستغيل هذا ماكو داعي هذا اليوم أنت من تروح المحكمة العراقية وتروح تأكد هذا الشي راح يحاسب من زور هذا الكتاب يعني إلى حق السيد علي الأسدي لكن شنو نتائجه نتائجه شنو أنا في صراحة تسألني احنا ما نريد نقصر لا سيد علي الأسدي ولا غالي الزاملي ولا فالح موسى ولا حتى الأخ كامل الصغير اليوم اللي أكو ناس احنا ما علينا هاي مثل ما قال بالفيس وغير الفيس أكو ناس تشتغل أكو ناس تشتغل ممكن تسقط الناس لكن أكو ناس باتحاد كرة القدم عملت الأخ مالح مهدي الأخي عيح صغير هسنا ما عدنا خلاف بس هم أعضاء الاتحاد أنا أتحداهم إذا أعدهم هذا الكتاب أنت صحفي عندك هذا الكتاب هم ما معدهم ولا يعلمون به ولا يعرفون شكل شوف أخ عمر أنا حتى أقول لك شيء احنا طيلة المدة الماضية مع سيد عدنان درجال كنا نتحدث بأشياء عامة يعني عندما حانت الفرصة أننا احنا من خلال علاقاتنا مع ناس كثيرين هواية بخارج العراق وأنا أحب أشكرهم حقيقة ناس طوعت للدفاع أنا الكتابتين عدنان درجال أفضل مما ناس موجودة عدنان هنا ما قدرك تدافع عنه للأسف أنا أقول وأولهم وأولهم الناس الرياضيين الموجودين ليش هاي حب لأننا احنا دائما موجودة وكأنه هناك للأسف أنا أقول لك هناك مصالح كثيرة مصالح كثيرة كل من يباوع على المصلحة اللي يقدر يشوب بيها يعني نظره يروح للمصلحة اللي هو يقدر يباوع بيها لهنا النظر ما له يغلق ينسد اليوم ماكوا واحد يفكر شون كرة القدم احنا نبنيها شون نقدر نوصل لكيس العالم شون الأخطاء اللي ممكن تصير اليوم هاي كنا نبني اليوم نبني أنا ما أقول لك عدنان درجال ممكن احنا بعد ستة شهر نشتغل ضد عدنان درجال ونحكي على عدنان درجال اذا عدنان درجال لم يعني يقوم بالواجب اللي وهذا أنا هسا أنا أكد لك مو بالضرورة انه عدنان درجال يرشح لرئاسة الاتحاد ولا لو كان يريد رئاسة الاتحاد فان السيد عبدالخالق مسعود عرض علي ان يكون رئيس الاتحاد وانه ينسحب هو زين شنو رأيك بالتشكيلة اللي قلناها أنا ما علي بالتشكيلة بس خليه هو رفض تدري ليش رفض لأن اليوم عدنان درجال يعتقد انه القضية اللي اجي بيها هي مو قضية منصب يعني سواء سواء قبل يجوز بداخل الرجل ممكن يعني هسا انت واحد يجي يقول لك يا بتعال صير رئيس الاتحاد وجي بيونس محمود تعال سويناه بأول واخذ مال المنصب العضو النسوي العنصر النسوي ودخل ودخل وياك مثلا كابتن نشت مثل هذا السيناريلي وبعدين اكو شيء اخر انه امانت السر نعم وبالتحديد انه اكو ناس بالهيئة العامة او العفو بمجلس ادارة الاتحاد مو هي الكابتن علي جبار انا اقول لك يعني خلال الفترة الاخيرة هناك معاناة كبيرة حتى باتخاذ القرارات يعني احنا نظلم الرجل الآن من نقول مثل ما كان يصير الحديث انه السيد علي جبار هو بيد الهيئة العامة بيد الهيئة العامة بيد الهيئة العامة اليوم ليش اتحاد كرة القدم راح قدم تنازلات للكابتن عدنان درجال هذا اعتراف على انه هو هناك من كان يعني عنده يد في ابعاد عدنان درجال عن الترشح في ابعاد نعيم صدام عن الترشح وحتى نشأت اكرم نشأت له كان فاتحي للمجال انه هو يجيب من درجة الاولى كان بسهولة جاب لكن هو انحصر في الدور الممتاز وانت تدري الاوراق كانت فارغو توزعت كان الاتحاد هو اللي يريد يمطيها لمرشحينه لذلك اعتقد اليوم عملية الاعتراض وعملية حتى الشكوى لن تكون تقتصر على السيد عدنان درجال بل حتى الناس المضررة في هذا المجال انه ممكن انه تقدم شكوى ما كانوا حاسبين الامور راح توصل في كل مرة لا هم كانوا يعتقدون انه اليوم احنا عدنان درجال يجي نحشى عليه حشاتين ثلاثة وشوية الناس وينزلون عليه بالمواقع وهو عصبي ويبطل ويدير وجهه ويرجع القطر هذا الامر لم يكن فيه بال سيد عدنان درجال بل انه حتى خلال سنة واكثر من سنة سنة وخمسة اشهر ومن خلال قربنا منه حتى كنا نعتب عليه لانه كان الى تحركات حتى من يجي البغداد خارج اطار الرياضة كان يروح يدور على شغلة المخدرات ويروح انه يلتقب ناس شوه نقدر نبعد شبابنا اكو امور مسألة رفع الحضر وسيد عبدالحسين عبطان وحتى مع اتحاد كرة القدم كان الى موقف جيد عملية زيارته للمحافظات ولقاءه لم تكن أبدا مسألة الامور اتحاد كرة القدم ما نكرها بعض الاعظام ما نكر هذا الموضوع بالعكس يقولون كابتن عدنان حتى الملك قال كابتن عدنان صديق واخ وعزيز لكن شروط والضابط ما تصير عليه شروط كانت خاطئة جدا حتى فيما يتعلق امكانية اضافة الناس اللي موجودين يعني في فترة سابقة تتذكر اتحاد كرة القدم بعد المظاهرات سواء ندوة جاء بها السيد حسين القرساني ومحمد خلف سيد الاخر محمد خلف يعني داروها هم وقالوا وشي تريدون شنو اللي وانا اتذكر ببوكتها قلت احنا نطالب انه يكون هناك خمسة ممثلين لرابطة اللاعبين وللمدربين وللحكام وقلت لهم ارجوكم رجاء احنا موجودين تقريبا 150 واحد وكلهم اهل اللعبة قلت لهم رجاء انا اللي يثني على هذا القرار خليش يليده احنا جنا قاعدين الكل رفعة ايدها زين يعني بالاجماع انه احنا طلبنا امتحاد كرة القدم شنو اللي صار اللي صار قاله احنا فاتحنا الاتحاد الدولي لكرة القدم وما قبل منو يقول يعني منو اللي يقول منو اللي وراها منو اللي يسويها أنا ما اعرفها بس انا اشوف انه كانت هناك خطوات كبيرة ممكن الاتحاد يعني تعدك هكي كتب معقولة ما تعرف بالكتب الباقية لا ما انا اقول لك انا هسه الشي اللي احتي انا مؤتمن عليه بس اكو امور يعني هي وضعناها بيت اهل القرار وهم اللي ممكن يعني يدخلون بها ليش اليوم علي جبار اخذ منحة بالتواجد مع الكابتن عدنان درجال من اجل حلحلة الامور حسوا بخطر حسوا انه اللعبة انتهت في اتحاد كرة القدم لابد من فتح صفحة جديدة اكو اشخاص راح يروحون خلف القطبان خلال الفترة القادمة خافوا على نفسهم لان احتمال القضاء العراقي راح يتخذ انا ما اقدر اخ عمر انا ما اقدر ادخل بالنواية يعني السيد علي جبار ممكن انه في لحظة يعني دي يشوف مثلا اكو ضغط جماهيري كبير ضغط حكومي حتى ما يتعلق اليوم قراتك للموضوع اي قراتك للموضوع انا ما اقدر ادخل بالنيات يعني نيتا شنو ما اعرف بس انا المتأكد انا اقول يا شو صنل هاي المرحلة يعني انا سابقا اعضاء الاتحاد شي يقولون محكمة كاس اهلا وسهلا بيها شنو القرار اللي راح يجي راح يلزمنا مو اليوم غادر نحن محكمة كاس ده نتحدث بالمحاكم العراقية باتشر محكمة اذا اليوم ما خضعوني شروق الكاتل سيد عمر هاي محكمة كاس شوف هذا الكتاب هسا قتلك هذا الكتاب قتلك به هذا ممكن انه في حال اذا موجودة لدى اتحاد كرة زي من ودار هاي العملية برأيك ما اعرف بس ثاني ما اتهم نزار احمد هناك من كان يوجه السيد نزار احمد لكي يتخذ هذه القرارات من اللي يوجه ما اعرف هذا الشي ممكن انه المحاكمة العراقية تعرفها ممكن انه محكمة كاس تتخذ على اساس قرارات هي اللي ممكن تبعد الناس من خلال القرارة بتواجد السيد عبدالخالق مسعود وعلي جبار ويحيى صغير في الدوحة واللي قال رئيس الاتحاد القطري بوساطة مع الكابتن عددان درجال تحس انه هذا المثلث هو كان الى يد بهذه الامور لانا اعضاء الاتحاد اليوم مواقفين وامام الملأ يقول لك احنا ما نتحمل اخطاء غيرنا اللي خطاء هو اللي يتحسن شوف خلي انت تحدثت قلت انه ماردار في اجتماعات الدوحة بس حتى بعجالة اربعة كانوا حاضرين اللقاء الاول يوم الخميس حتى لاحد يروح بعيد السيد عددان درجال الشيخ حمد بن خليفة سعود المهندي عبدالخالق مسعود هاي من خلال اتصال من رئيس الاتحاد القطري وانت تدري انت بقطر واميري يقول لك يا با انت موجود تعال محتاجينك بشغلة ما تروح اي واحد بقطر او اي واحد خلي ياخذها على نفسه باليوم الثاني بعد الاجتماع اللي يصار السيد عبدالخالق مسعود حتى طلب بشكل شخصي انه هو يستقين باتحاد كرة القدم لكن يحتفظ بمنصبة بالاتحاد الاسوي يعني طلب امام الشيخ خليفة سعود المهندي والسيد عددان درجال بعد ان السيد عددان درجال وضع كل الامور امامهم اليوم الثاني اللي اجا بي السيد علي جبار والسيد يحي صغير السيد عبدالخالق مسعود طلب انه يتصل بيهم حتى يجون لان عملية الاستقالة الجماعية ليست من ضمن صلاحيته يعني قال انا اقدر اجي من اجا السيد علي جبار قال احنا نستقيل لكن الاخوان اذا ما استقالوا خلوا اقول لك شيء حتى هم هم يعرفون باتحاد كرة القدم قال لي اذا احنا ما استقالوا الاجتماع الثاني حضوروا ثلاثة من الاتحاد عددان درجال والشيخ حمد حتى سعود المهندي ما اشعر موجود ثلاثة من الاتحاد ثلاثة من الاتحاد اللي هو الغير علي جبار وبالمناسبة يعني بنفس اليوم سووا لهم التأشيرة للدخول للقطر اللي هي دائما ما تطول 15 يوم وتذكرة الطيارة ايضا على الاتحاد القطري وجابوهم في سبيل انه يحلون مشكلة زين يعني شنو اللي ما يعرفوا اعضاء الاتحاد لا سيد حسين سعيد موجود ولا هاي الصور اللي جدت بالانترنت الكذابة اللي سيد عبدالخالق وشان يونس هذا جلسة غداء جلسة غداء ربطة بيها عددان حمد ربطة بيها طبيعي هذا الموضوع شنو اللي ما يعرفوا اعضاء الاتحاد اللي قلت عليه السيد علي جبار قال له انا رح اروح البغداد وراح اطرح هذا الشيء لكن انا ما عندي سلطة انا هذا قلت لك ما عندي سلطة على مجلس ادارة الاتحاد كرة القدم الاعضاء لكن عندي سلطة على الهيئة العامة فانا اطلب من عندك انه هذا الموضوع نخليلي اجتماع عملية الاستقالة انه احنا نرتب لها ونخلي الكل هم يستقلون بما في ذلك علي جبار تروحي صغير هما قالوا احنا نعلن عادل سوما يقولون لا فهذا الامر خاص بيهم السيد عدن درجال قال انه انا رح انتظر للاحد اشوف نفسي ادانش فكري انه هاي الخمسة واربعين يوم لان تدري اليوم اجتماع زين ليش بدلوا المواقف بالجلسات الخاصة يقولون احنا مستعدين للاستقالة والملة والسيد علي جبار رغم انه انا سمعت يعني تواصلت مع السيد علي جبار قال انا استقيل وخلصت لك الرياضة ما طلع الحد الان شيء بتصريح رسمي كل ما هنالك كان شيء مكتوب وهذا الامر ما يعتد به السيد عبدالخالق تحدث امام رئيس استحاد القطري وامام السيد علي جبار السيناريو اللي كان معت انه انت تبقى خمسة خمسة واربعين يوم لا حتى اقول لك ليش الرفض خمسة واربعين يوم يعدعون الى اجتماع استثنائي هذا بالقانون الاساسي صح اللازم وراء خمسة واربعين يوم يلتأمون السيد عدنا اندرجال شاف ردود الافعال واحد من عدنا احنا انت غيرنا اكو ناسه هواية تواصل الاجتماعي اليوم عدنا اندرجال ما يمثل نفسه اليوم يمثل غالبية الجمهور الرياضي اذا ما اقول لك الكل الجمهور الرياضي اللي يريد انه نبدأ مرحلة تصحيح للكرة العرقية مرحلة التصحيح شوف اخ عمر مرحلة التصحيح يوم علي جبار في حال مثلا استقال ممكن انه يدخل دخلت في خانة كسر العظم ما اكو كسر عظم شلوم ما لا ما اكو كسر عظم يعني اليوم الاستقالة اليوم اندرجال يقولهم تستقيلون لو ذبكم بالسجن حاين شلون لعد بعد يصير الكسر العظم لا هذا الامر لازم هم يعرفونه انا قلت لك اسا الان وضح الذن رغم انه انا ممكن غير مخول انا غير مخول بهاي الاشياء هاي الفكرة الان اللي وصلتهم من خلال انه صحفي يعرف هاي الاشياء اكيد اكو امور سيد عظم اندرجال ممكن من يحتيها الهم وهو طلب لقاءهم صح انه ممكن ان يعني اكثر جدية مثلا تكون انا اليوم حتيت معلومة ممكن تحتمل الصواب تحتمل الخطأ هذا الامر الهم بس الامر الاساسي اللي اعرفه انه سيد عظم اندرجال رفض رفض قاطع مسألة الخمسة واربعين يوم رفض رفض قاطع ان يكون رئيس للاتحاد مع يونس مع نشأة مع هاي الامور اللي طلبها الاخ علي جبار الشي اللي يريده سيد عدنا اندرجال بصراحة استقالة كل اعضاء الاتحاد وبخلافه ها شنو المشكلة يقولون انه نظام الاساسي ما يصير يعني حتى اذا يبقى واحد لازم هو يدعو الاجتماع يا اخي انتو اللي يريد يستقيل خلي يستقيل وخلنشوف الباقين شون يقدرون يديرون اتحاد كرة القدر وبخلافه تمشي الامور باتشر بالمحكمة يعني باتشر يعني اليوم اذا ما وصلوا الى نقطة رأي باتشر المحكمة قائمة المحكمة ماشية وبعدين القضية الجنائية الاخرى اللي خاصة بالقانون الاساسي وترجمة طبعا المناسبة خليه اقول لك شغلة هم هم يعرفوها المشكلة مو بالقانون الانجليزي والعربي المشكلة بالنصين العربيات النص المترجم حرفيا اللي مرسل للاتحاد واللي مؤكد به السيد نزار احمد وهذا اللي انا عرفه يمكن اكثر من خمسة شهر انه بعثلهم بايميل قالهم ترى اي تلاعب بي يعد هذا خرق قانوني وبايميل كامل من السيد نزار احمد فهذا الامر هو هذا يتحضل الانتخابات كلها نشكر تواجدك معنا استاذ ضياح سين يوم في برنامج حديث الملاعب وبالتأكيد وضعنا بعض النقاط على الحروف في كواليس جلسات اتحاد كرة القدم والكابتن عدنان انا بس كلمة اخيرة اخ عمر يعني لا يعتقد اي اخ من الاخوان باتحاد كرة القدم انه ما يحدث الان هو تصفية حسابات ضده او ضد غير او ضده اليوم اكو انسان ظلم هذا الانسان لجأ لطرق قانونية طرق قانونية اليوم احنا اذا نريدنا الضامن وياه ناخذ القرار الصحيح غير هذا غير هذا فالقانون موجود واللي يقول انه القانون العراقي غير معترف به خليه يمشي بالطريق النهاية ونشوف وين طيب انا اشكر تواجدك معنا استاذ ضياء حسين وفي الختام بعض الامور المهمة اللي وصلتنا الى الان شد وجذب وكلام في جلسة التشاور بين السيد علي جبار والكابتن عدنان درجال لكن الامر المهم انه الكابتن عدنان درجال يطلب لقاء اعضاء الاتحاد حتى يكون الحجي على المكشوف امام الجميع وماكو اي شخص ينظر وتمشي الامور بالاتجاه الصحيح وبخلافه فبالتالي مثل ما قال السيد ضياء سين انه القانون العراقي والمحكمة العراقية هي من تأخذ الطريق الصحيح وتمطي كل واحد حقا انتظرونا فاتش المشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث الملاعب تقبل تحياتنا عمر رياض وتحيات فريق العمل الى اللقاء اشتركوا في القناة